دكتور الناس اللي بتسوق لفترات طويلة من الوقت دايما يشتكوا من قصة فقرات دهري بتوجعني جدا بعد المشوار بعد مرجع من المشوار وفقرات رقبتي بقت بتوجعني بشكل قاسي جدا هل يا دكتور السواء الفترات طويلة ممكن تتسبب في مشاكل متعمل خشونة؟ بالنسبة للسواء الموضوع ده طبعا منتشر جدا صراحي يعني حتى احنا يعني بتشوف كتير قوي من الناس اللي هم بيسوقوا مثلا مسافات طويلة اللي هي صفر بين البلاد أو التريلات الكبيرة والعربية الكبيرة فدولة معظمهم يعني وعدد كبير جدا منهم لانه هو ما بيتحركش بيقعد ساق فترة طويلة ما فيش حركة يعني العضلات بتاعت جسمه كلها تقريبا بتضعف الحاجة اللي بتخلي عضلات الجسم تبقى كويسة والقلم يقل بشكل قوي وبشكل كبير ان انا اكون بتحرك بعمل اكسرسيز او بعمل رياضة دولة الناس دي ما بتعملش رياضة خالص فطبعا بيحصل ضعف في العضلات بتاعت الفقرات القطنية وضعف في العضلات بتاعت الفقرات العنوكية فبيحس بتشنك في العضلات وبيحس بقلم وبيحس بتنميل وكتير عدد كبير جدا 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 بيتعدى مرحلة الخشونة وبيدخل في وظروف وبياكلوا بطبات طبعا أثناء الكيادة برضو المطبات برضو مشكلة كبيرة دايما حتى يقولوا انا بحس بألام فظيع أثناء المطب بالظبط كده ومعظمهم بيبقى كمان يعني وزنهم برضو بيبقى زيت شوية لانه مفيش حركة مفيش رياضة قاعد فترة طويلة لانهم نستسهل يا دكتور كلنا دلوقت صحيح طيب دكتور حيثك قلت زيادة الوزن من اكتر الحاجات اللي ممكن تعمل مشاكل في الفقرات وفي المفاصل وبتعمل خشونة طيب لو جي حد وزنه زيادة لحضرتك وحيطك نصحته ان هو ينزل او ينزل من وزنه وفعلا وزنه نزل هل ده دكتور يعني بيعالج مشكلة الخشونة ولا بيقي ان المشكلة تتطور يعني مثلا يبقى في المرحلة التانية يوصل للرابعة في المرحلة زي ما حضرتك قلت بالظبط وانا لما يجيني عيان وزنه زيادة الغضروف بتاع الرجبة او بتاع المفصل الرجبة اللي عليها حمل جسم هو بيقدر يتحمل لغاية ضغط معين او لغاية جزء معين من التحمل او قدرة على انه يشيل الجزء ده لو جزء ده زياد عن الشكل الطبيعي بتاعه نسبة الغزء اللي تصل للغضروف بتقل يبتدي يحصل فيه زي تشققات في الغضروف يحصل تأكل في الغضروف فاحنا طبعا العيان لما انا أنصحه بادري ولما يجيدي بشكل بادري وأنصحه انه يعمل بضاية كويس ويعمل اكساريز ويعمل رياضة ويعمل هلق طبيعي وياخد علاج للتابعة واللطورم Вот اكيد انا بحقي العيان ده من انه يدخل في مرحلة تالتة يعني لو في مرحلة ثانية ما يدخلش في مرحلة ثالتة لو في مرحلة ثالتة ما يدخلش في مرحلة رابعة فأكيد ده هيستفاد بوقت أطول من أنه يحافظ على مفاصل رجبته يعني طيب قد إيه دكتور بيجي دور العلاج الطبيعي عشان يساهم بشكل كبير في علاج مشاكل الخشونة العلاج الطبيعي يمكن بنستفاد بيه أكتر مش في مفصل رجبه طبعا بالاستفاد بيه في مفصل رجبه أنا أقول العضلات بتاعت القريبة من مفصل الرجبه وطبعا مع تقوية العضلات بتبتد دورة دموية بتنشط أكتر والعين فعلا بيتحسن لكن يمكن اللي بيستفاد أكتر من اللاج الطبيعي هو بتاع الفقرات العنقية والفقرات القطانية لأن عضلات الفقرات العنقية والقطانية لما بتضعف نسبة الخشونة بتبتدي تزيد وكلما نسبة الخشونة بتزيد بتعملين مشكلة كبيرة بعد كده على المدى الطويل حاجة مثلا زي دي القناة الشوقية وده بيحصل مع السن الكبير بسبب كتر الخشونة والزوايد العظمية اللي حصلت وبيحصل ضغط على العصب بتاع الدراع أو بتاع الكتفة أو بتاع الريك وده بنشوفه كتير جدا في أبهاتنا وامهاتنا يعني طب إحنا دلوقتي يا دكتورة لغباتنا معنى أنه نلعب أولادنا رياضة ونلعب رياضة ده مفيد بالنسبة لنا وبالنسبة لعضلاتنا وبالنسبة لمفاصلنا وبالنسبة أنه بيقلل الخشونة ولا لعب الرياضة ممكن يدخلنا في مشاكل أكبر لو إحنا لعبناها بشكل غير متخصص ويعمل لنا خشونة بقى في الرجبة خشونة في المفاصل لا الرياضة ده يعني اسلوب حياة يعني احنا الشخص من غير رياضة ومن غير تناسف في الجسم وغير قوة في العضلات هيبقى شخص يعني حياته غير طبيعية حياة غير سعيدة حياة نفسيته تبقى تعبانة لكن أنا أقوى عضلات الرجل وأقوى عضلات الظهر وأقوى عضلات الرئبة بس بالشكل الصحيح يعني احنا بالشكل الصحيح ده إن أنا مثلا مش داخلين احتكاكات بشكل قوي لأنه يعني فيه فرق بين الاحتراف وبين الاكسرسيز أو بين الرياضة العادية اللي أنا بعمله عشان أحافظ على شكلي وعلى اليقت البدنية وعلى جسمي وحتى لو أنا بلعب عشان أحافظ على اليقت البدنية لازم يبقى فيه مدرب بيتابع حركاتي زكاية مظبوطة ولا لا بالزبط كده عشان ما يحصلش خطأ والخطأ ده ينتج عنه نتيجة مش كويسة دكتور بستأذن حضرتك وبستأذن سيدة المشاهدين هنخرج لفاصل سريع ونرجع نكمل مع حضراتكم الحلقة خليكم معنا رجعنا لحضراتكم مرة تانية وعنى فشونة المفاصل بنتكلم هنعرف أسبابها وأعراضها وطرق تشخصها وعلاجها وكل ده بيفيدنا في النهاردة دكتور حاربي يوسف استشاري طب وجراحة العزام دكتور بما ان قلنا في الحلقة انه السيدات هم الاكتر عرضة للإصابة بخشونة المفاصل والركب بشكل خاص فيعني السيدات دول والله يعني فعلا غلابة بشيلوا حاجات تقيلة مظلومين يعملوا معرضين لانه هم يعملوا شغل البيت كله والسيدة المصرية بزداد كمان بشكل خاص جدا يعني عنداتها ثاني في القسطة دي هايتك قولي ايه اضرار او مشاكل انه الست تشيل حاجات تقيلة وطريقة غلط على المدى البعيد على فقراتها ودهرها لو اتكلمنا على السيدة المصرية بشكل خاص يعني هي فعلا زي ما حضرتك قلت هي بتبزي المجهود كبير جدا ممكن تكون موظفة وتشتغل وعندها اولاد وعندها زوج وعندها مسئولية كل ده مع الحمل مع الرضاعة طلع نازلة سللين بشكل كبير جدا بيعرضها المشاكل فعندها مشاكل كتيرة صراحي يعني فهي فعلا اكتر عرضة من الرجل على الموضوع الخشونة وموضوع الغضريف بتاعت سواء الفقرات العنقية او سواء الفقرات القطنية يمكن السيدات اكتر غير بقى موضوع انسداد الشرايين والاعصاب نتيجة استعمال ايه كتير في غسيل وفي مصالح البيت وطاديت حاجات للاولاد كل ده بيسبب لها مشاكل اكتر من الرجل فاحنا طبعا الست بشكل عام مش بنكلم بقى على السيدة المصرية يعني مشكلتنا دايما في السيدات هي برضو الوزن الزيت شوية يمكن بعض السيدات اللي هما مش بيخرجوا بيمشوا حدش بيمشي دلوقتي تقريبا كل الناس كل حاجة بالعربية يا بالمواصلات فعدم الماشي وعدم الرياضة عمل مشكلة عندي سيدة وعند الرجل بس سيدة اكتر وخاصة الست اللي هي ربة المنزل يعني فربة المنزل بتبقى قعدة اكتر وقت ممكن جوه البيت فبالتالي هي معرضة اكتر للسمنة وزيادة الوزن بالضبط كده فتبقى عرضة للسمنة وزيادة الوزن وزيادة الوزن ده بيعمل لها مشاكل مش في الخشونة بس ده مشاكل في كل اعضاء جسمها ومشكلة خشونة رجبة يمكن اكتر المشاكل يا راكتر من زيادة الوزن والنتكة عن زيادة الوزن هي اوجاع العظم هو اوجاع العظم زيادة الوزن سبب رئيسي من ضمن الاسباب السنوية اللي تحصل مع السيدة ومع الرجل بس الست اكتر لان الست دي حمل وارضاع ونقص كالسيا ونقص فيتامين دال وهشاشة في العظم فمشكلتهم بتبقى اكبر من مشكلة الرجل وعدم تعرضهم للشمس وعدم الرياضة والاكسرسية الضعف في العضلات وارتخاء في العضلات سواء عضلات البطن أو عضلات الظهر فده عملنا مشكلة كبيرة هما دايما الشاكو عندهم بتبقى اكتر بالنسبة للألم بالنسبة للركب وطاقة اللي بتحصل كتير في العظم بالنسبة للتنميل بتاع الأطراف سواء الإيدين أو سواء الرجلين اللي لا أكتر من سبب طبعا ممكن يكون سبب الخشونة بسبب الغضريف المتأكلة بسبب دقف القناة الشوقية بسبب وظروف نتيجة ما يالتشيلت حاجة بشكل غلط وعضلات الجسم ضعيفة ضعف العضلات يخلي الفكرات تضغط على بعضها توضغط على العصب بتاع الدراع أو بتاع الورج يحصل التنميل ويحصل الألم طب خلينا يا داكتور نتكلم بشكل عملي أكتر بمعنى أنه الستات مش هتبطل تشيل الستات مش هتبطل شغل في بيتها الستات مش هتبطل تنظف وتعمل حاجات هي مطلوبة منها فبالتالي إحنا ممكن دلوقتي نقول لها لو هي هتشيل حاجة تقيلة إيه الطريقة الصح اللي تشيل بيها الحاجة التقيلة والطريقة دي ما تقزيش ظهرها مع الوقت هتشيل حاجة تقيلة يبقى هتميل بشكل مستقيم ما تتنيش ما تكوش العمود الفقري ولا تكوش الرقبة ما تكوش العمود الفقري تنزل بشكل تانية الرقبة يبقى مستقيم تبقى نازلة بشكل مستقيم عشان نحافظ على العمود الفقري غير المحافظة على العمود الفقري بالنسبة للسيدة بشكل عام هي الرياضة لازم الرياضة مع نظام التغذية لو عملنا نظام رياضة كويس مع نظام تغذية كويسة أنا هبقى عندي عضلات قوية هتتحمل العضلات دي نتشيل أو زين تقيلة أو مجهود زيادة عن المجهود الطبيعي بتاعنا لكن لو أنا عندي عضلات ضعيفة وعندي وزن زايد والعضلات ضعيفة مع المجهود الزايد اللي بيحصل أي استرسة وأي ضغط زيادة هيعملي مشكلة يعمل لي زحلقة في الفقرات يعمل لي في القنة الشوقية يعمل لي تأكل في الغضريف يعمل لي الشاشة في العظم اللي لا مفيش دم مواصل والعضلات ضعيفة فالعيان ده هيعاني بشكل كبير وهتبقى المشكلة كبير وعلاجها غالبا ممكن تلجأ لتدخلات الجراحية خلينا بقى يا راكتر نبتزي نتكلم عشان الحلقة وقتها ما يفوتش بسرعة كده ونخفل العلاجات الخاصة بخشونة المفاصل فإحنا عايزين نبتزي نقول إيه العلاجات قبل تدخل الجراح يا راكتر يعني لو شخص في المرحلة التانية أو الأولى وارد أنه هو يتعالج عن طريق العلاج الدوائي أو العلاج الطبيعي من غير ما يلجأ للجراح تمام إحنا ممكن لو هنبتزي علاج دوائي هو فعلا زي ما حضرتك قلت ممكن نبدأ من المرحلة التانية المرحلة الأولى هي غالبا بتحتاج مني أنا كطبيبي يعني لأنه بييجي برضو بيقعنده شوية شكوى يعني بيقعنده نسبة ألم بسيطة أثناء مثلا أقول لي بصلا أنا بطلع السلم بيحصل لي شوية ألم لما بيبشي مشوار طويل بيحصل لي شوية ألم لو شلت حاجات إيه لفترة طويلة بيحصل لي شوية ألم أنا ببتدي أديله نصايح بدون علاجات طبية بدون أي علاج طبي يعني ممكن أقول له مثلا مشواري طويلة ما تتمشيش مشواري طويلة حاول وساعة تمشي امشي بشكل متناصب ومش بشكل هرولة مثلا مش بسرعة يعني لما تيجي تطلع سلم اطلع بالرجل السليم أكثر المشي سريع يا دكتور أقول هرولة دي عشان ممكن تأذيه نتيجة مثلا التوقف الرجبة ممكن يحصل التوقف الرجبة ودوارد يحصل عندي رجبة بقى تعبانة شوية والرجبة تانية كويسة في المرحلة الأولى وفيها ألم بسيط أقول له ساعة تيجي تطلع السلم اطلع بالرجل السليم الأول لأن هي هتقدر تتحمل الضغط عليها يحمل على الرجلين السليمة متحملش على الرجل التانية الرجل التانية اللي فهي المشكلة فمع نظام الغذائي يعني أنا مثلا عيان مثلا بيحب بيأكل لحمة كتير بيحب بيأكل بقوليات كتير زي الفول زي الطعمية زي العتس زي اللوبيا زي الفصول كل ده هجي لونه أرس واليوريك أسد بيأكل الغضريف فهي زود معنا فهي لايف ستايل يعني المرحلة الأولى من حشونة المفاصل واللي بدأت تظهر فعلا ويظهر زوايد عظمية في المفصل اللي أنا بأقص عليه بالإشاعة أبتدي أعالج الكصة دي بالنصايح الطبية والعيان ده فعلا غالبا بيتخفي تماما من غير أي تدخلات علاجية ومش بيحتاج حاجة ممكن ندله بقى مراهن مساجات حاجات حبيثة خالص يعني المرحلة الأولى علاجها سهل علاجها سهل جدا وعتبره زي وزي الطبيعة ورأي من الطبيعية هو عايز بس لايف ستايل يضغير شوية وبس هو تغيير نظام الحياة بس صحيح أكتر شوية نصايح تخص إنه هو ما يجريش ما يهارولش صحيح يمشي بالراحة ما يشيرش حاجات تييلة كل حاجات صحيح طيب المرحلة التانية بقى يا ده أكتر المرحلة التانية اللي هي بدأ يحصل إنه إحنا عندنا زواد العظمية اللي هي جوا في الغضاريف دي بدأت تزيد شوية اللي هي في المفصل بدأت تزيد شوية فبدأ المسافة بين العظمة اللي فوق المفصل والعظمة اللي تحت المفصل بدأت تقلي شوية فبدأ يحصل تأكل في الغضروف طيب حصل تأكل في الغضروف وبدأ يحصل التهاب أنا هشوف سبب الالتهاب دائي أو سبب الخشون دائي في الماضي